أجبتنا إطلالات داليدة خليل بآخر صور لها بإنستجرام واخترت بهذه الإطلالات جمال الألوان والملابس اللي نقدر نلبسها يوميا لذلك هذه المجموعة اختارينا لها تقدرون تتنسقون منها أو تختارون منها الإطلالة اللي تناسبكم أولى الإطلالات اللي حبيناها هي اختيارها لتنورة البليسي بلون الأصفر مثل ما دينشوف التنورة طويلة مع خسر عالي نسقت مع قميس أبيض بورود ملونة ومثل ما دينشوف شدت آخر القميس بشدة حلوة على التنورة أيضا نسقت معا حذاء الوجه الصندل وأيضا قبعة كبيرة أطلالة صيفية حلوة مثل ما نعرف بان تنورة البليسي كلش دارج هذا الموسم فكان تنسيقها والألوان اللي مختارتها كلش جميلة حلوة الأطلالة اللي ذكرتي هو التنسيق ميسمي يعتبر سبورت شيك يعني بين الكشخة وبين اللبس العملي أما التنسيق اللي حاب أذكره فهو تنسيق أيضا جدا حلو مناسب للسهرات والحفلات أيضا التنسيق كان بارعا جومبسوت باللون الأحمر جومبسوت هو سترابلس والأرجل عريضة مكسم على الجسم كملت الفنانة التنسيق بحزام باللون الأسود الجلد الحزام من النوع الرفيع حتى يبين جمال خسرها ويطي تخصيرها أكثر للجسم الحزام كان باللون الأسود فكملته مع حذاء باللون الأسود الحذاء كان مسكر الأطلالة جدا حلوة مناسبة جسمها وأيضا مناسبة للحفلات والطلعات المسائية صحيح بان اختيارها للجمبسوت هواية وشفناه بآخر فترة وأيضا من الجمبسوتات اللي اختارتهم كانت بإطلالة أنيقة اختارت جمبسوت بألوان عديدة وأرجل واسعة وأيضا من غير ردن مع قصة في من الرقبة والحلو بالجمبسوت كان فيه بالوسط مثل الحزام بستراس وألوان مختلفة واللي حبيت بهاي اللوك بان أنه كانت تسريحة شعرها كيرلي فكان اللوك كل الشبابي صح اللوك شبابي ومثل معودتنا هي دائما متجددة ودائما لوكاتها حلوة وفرحة أما التنسيق اللي حاب ذكره للفنانة داليدا فهو تنسيق عملي وسبورت ومميز جدا التنسيق عبارة عن بنطرون باللون النود البنطرون كان تقريبا ثلاثة أرباع الأرجل نسقته مع حذاء وجه باللون النود أيضا من دار أزياء جوتشي كملت التنسيق مع حزام مقفل مربعات نصر دن بشدة على منطقة الخصر فكانت الأطلالة جدا حلوة وكملت التنسيق أيضا بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون النود أيضا فكانت الأطلالة جدا حلوة فرحة والألوان ترابية ومميزة ومناسبة لعمرها والجسمها أيضا اشتركوا في القناة